إلى ذلك دعا مسؤول دفاعي أمريكي حكومات العالم للانضمام إلى واشنطن وإيقاف الهجمات المشينة للحثيين ونقلت قناة الجزيرة عن المسؤول الأمريكي أن الحثيين قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة حسب وصفه أضف أن الحثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على سفينة رو كونفيندينس ما أدى لإصابتها أثناء عبورها خليج عدن وألحق بها أضرارا كبيرة وأوضح أن الحثيين أطلقوا خمسة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في اليومين الماضيين